أهلاً وسهلاً في هذا الجزء الأخير من الدرس السادس من الدورة المجانية لتعلم لغة البرمجة بايثن وهذا الدرس السادس الخاص بالقوائم أو the least في هذا الجزء الأخير سنتعلم كيفية استخدام نوع المتغير string مثل the least أو القوائم سأختار هنا متغير وسأسنيه name سأكتب في قيمة هذا المتغير name الاسم تسنيم سأقوم أولاً بإظهار قيمة name بكتابة print name إذن هنا سيظهر لي تسنيم لأن تسنيم هي قيمة name نلاحظون أنه أظهر لي تسنيم سأقوم أيضاً بكتابة باستخدام المهمة أو the function lan التي درسناها في the least أو القوائم سأكتب lan وبين أقواس lan سأمرر المتغير name سنلاحظ هنا lan تقوم بعد العناصر هنا الأحرف هنا ستقوم بحساب عدد الأحرف الذي يتكون منها هذا الاسم تسنيم وهنا لدي T و I و S و N و I و M إذن لدي ستة أحرف إذن سيظهر لي رقم ستة سنقوم بتطبيق هذا الكود وسنلاحظ أنه أظهر لي تسنيم ثم رقم ستة يمكنني أيضاً أن أقوم بإضافة رسالة هنا وسأكتب the number of character of name is نقطتان مسافة أغلق علامات الاقتباس المزدوجة وسأوضيف الفاصلة كي يفصل لي بين الرسالة وقيمة المتغير وقيمة lan name إذن هنا سأقوم بتطبيق الكود وسنلاحظ أنه أظهر لي the number of character of name is هذه هي الرسالة الأولى هي هذه ثم أحضر لي عدد الأحرف الخاصة ب name عدد الأحرف الخاصة بتسنيم بالضبط هي ستة أحرف يمكنني أيضاً أن أقوم بإحضار حرف محدد من اسم تسنيم باستخدام the index فكالعادة أو كما تعلمنا سابقاً في the list أول عنصر رمزه هو الصفر بنفس الطريقة هنا أول حرف رمزه هو الصفر إذن هنا يمكنني أن أحضر مثلاً الحرف N بكتابة print name وبين المعقوفات أكتب رقم ثلاثة لأن T رمزه صفر و A رمزه واحد و S رمزه اثنان و N رمزه ثلاثة إذن هنا من المفروض أن يضيف لي هنا الحرف N أو أن يقوم بإظهار الحرف N نعم لقد قام بإظهار الحرف N يمكنني أيضاً أن أقوم باستخدام طريقة التي تعلمناها في the list أو القوائم سأقوم بإحضار جميع الأحرف ابتداء سأفتح المعقوفة وسأكسب ابتداء من أول index حتى الرقم ثلاثة إذن هنا صفر تنتمي كما تعلمنا سابقاً و ثلاثة لا تنتمي إذن ثلاثة ناقص واحد هي التي تنتمي إذن سيحضر لي جميع الأحرف التي رمزها أو الإندكس الخاص بها هو سفر ثم واحد ثم اثنان ثلاثة لا إذن سيقوم بإحضار لي T و I و S N لن يحضرها لي لأن رمزها هي ثلاثة و ثلاثة لا تنتمي سأقوم بتطبيق هذا الكود سنلاحظ أن هنا قام بإحضار لي الأحرف الأولى ابتداء من الإندكس فرحة الإندكس ثلاثة ناقص واحد أي اثنان وإثنان والحرف الذي رمزه هو إثنان هو S إذن كتاب لي T و A و S أيضاً يمكنني أن أستعمل The Step أو الخطوة كما تعلمنا في القوائم أو The List وسأكتب النعيم وبين المعقفات أكتب نقطتان هنا لن أحدد إندكس الأول وإندكس الأخير سأحدد فقط الخطوة ثلاثة إذن سيقوم بإحضار لي جميع الأحرف ابتداء من الحرف الأول وسيخطو ثلاث خطوات وسيحضر لي الحرف الثاني ثم ثلاث خطوات الحرف الثالث حتى ينتهي من جميع الأحرف إذن هنا سيقوم بإحضار لي T و N لأن هنا أول حرف هو T ثم قام بثلاث خطوات ثم أحضر لي الحرف N ثم هنا لا يوجد عند الحرف الأخير الذي فقط I و M إذن هنا أحضر لي T و N يمكنني أيضا هنا فقط الفرق بين The list و The list و نوع المتغير string وأنه لا يمكنني أن أقوم بتغيير محتوى أو حرف من أحرف string كما كنا نفعل في The list فقط كتذكير سأقوم بإنشاء موة list أو قائمة وسأقوم بإنشاء داخل هذه القائمة هذه العناصر وهي مثلا رقم ثلاثة رقم خمسة ثم string coding ثم The string أيضا death هنا لدي أربع عناصر ثلاثة وخمسة وcode وdeath مثلا إذا كنت أريد أن أغير هذا رقم خمسة برقم إثنان يمكنني فعل ذلك أو برقم عشرة سأقوم بتغيير هذا رقم خمسة برقم عشرة فيمكنني فعل ذلك فقط سأكتب list 1 والمعقفات ثم سأكتب the index الخاص بخمسة هو واحد لأن أول عنصر هو الصفر ثم ثاني عنصر رمزه واحدا سأكتب واحد ثم سأكتب يساوي عشرة إذن سيقوم بتغيير لي الرقم خمسة برقم عشرة هنا سأقوم بإظهار عناصر list 1 سأكتب print list 1 وسأقوم بإظهار عناصر list 1 هنا يظهر لي الرقم ثلاثة كأول عنصر ثاني عنصر قم بتغيير رقم خمسة بعشرة لأنه غيرناه في سطر ثلاثة ثم coding ثم death وهذا بالنسبة لـ the list أو القوائم لكن بالنسبة للـ name هنا لا يمكنني أن أغير مثلا sb بمثلا أو sbp لأنه لا يمكنني أن أغير محتوى هذا المحتوى أو أحرف هذا المتغير أو string أيضا يمكنني أن أستخدم طريقة أخرى الخاصة بـ string وهي مثلا لدي الـ name هو تسنيم وـ age عمره تسنيم مثلا هو 16 أو 15 سأكتب هنا عمرها 17 مثلا تعلمنا سابقا كيف نقوم بإظهار رسالة وجانبها قيمة مصغير فقلنا أنه نكتب print وبين الأقواس وبين علامات الاقتباس المزدوجة سأكتب هنا رسالة مثلا my name أو the name the name is نقطة مسافة وخارج علامات الاقتباس المزدوجة أفصل بين الرسالة وقيمة المتغير بالفاصلة وأكتب هنا اسم المتغير كي يحضر لي قيمته ونسأكتب name وسأضيف الفاصلة وسأضيف علامات الاقتباس المزدوجة كي أضيف الرسالة الثانية التي ستظهر بين بعض اسم تسنيم سأكتب سأضيف and my age is نقطة المسافة وخارج علامات الاقتباس المزدوجة سأكتب age هنا سيقوم بإظهار لي the name is نقطة المسافة نقطة المسافة تسنيم and my age is مسافة نقطة المسافة 17 سأقوم بتطبيق هذا الكود كي نلاحظ أنه قام بإظهار ذلك تماما the name is مسافة نقطة المسافة تسنيم and my age is مسافة نقطة المسافة ثم 17 هنا سأقوم باستخدام نفس الطريقة أو إظهار نفس الرسالة نفس الرسالة لكن بالطريقة الثانية سأترك الطريقة الأولى هنا وسأضيف الطريقة الثانية هنا سأكتب print ثم سأفتح الأقواس ثم سأقوم بفتح علامات الاقتباس المزدوجة وسأكتب هنا نفس الرسالة السابقة the name is ثم سأفتح the braces the name is نقطة المسافة ثم سأفتح the braces هنا سأكتب هنا ال name ثم مسافة and my age is مسافة نقطة المسافة وأفتح the braces مرة أخرى وداخل هذه العلامة سأكتب age لكن إذا قمنا بإظهار هذا سيظهر هذا كرسالة بإظهار العلامة the braces إذن هنا لن يقوم بإحضار لي قيمة name أو قيمة age بل سيكتب لي name وage سأقوم بتطبيق هذا الكود كي نلاحظ the name is name the braces ثم name and my age is the braces ثم age نلاحظ هنا أنه في الأول قام بإحضار لي قيمة name وقيمة age أما هنا لم يحضر لي قيمة name وقيمة age إذن كي أقوم بإحضار القيم سأضيف هنا f أي سأستخدم الطريقة أو بما يسمى f string أو formatted writing وهي تسمح بتنظيم أفضل ولعرض المتغيرات إذن هنا سيقوم بإظهار هذه الرسالة the name is نقطة مسافة وسيحضر لي قيمة name and my age is ثم سيحضر لي قيمة age كما فعلنا هنا في هذا المثال الأول أي هذا المثال سأقوم الآن بتطبيق هذا الكود كي نلاحظ أنه قام تماما بإحضار لي قيمة name هنا وقيمة age هنا هذه الطريقة تسمى ب f string أو format writing الآن سأستخدم طرق أخرى تعلمنا أيضا في أو الخاصة ب string وهي كالآتي يمكنني أن أقوم بإظهار سأحذف هذه النتائج هنا يمكنني أن أقوم بإظهار تسميم لكن بالأحرف الكبيرة فقط أكتب name print name نقطة كي أقوم بإظهار الأحرف الأحرف الكبيرة سأكتب نقطة upper سأقوم بإظهار النتيجة هنا سنلاحظ أن هنا الأحرف الكبيرة يمكنني أيضا أن أضيف متغير آخر وسأسميه name name 1 يساوي مثلا كوتر هنا سأكتب كصغيرة أو كبيرة أو T كبيرة وأي ثم ثم آخر حرف صغير سأعود إلى السطر هنا وسأقوم بتصغير جميع الأحرف بكتابة print name 1 نقطة lower بمعنى lower case وهنا نقصد upper case أي الأحرف الكبيرة هنا lower case أي الأحرف الصغير إذن هنا سيقوم بكتابة لكوتر لكن هذه المرة سيقوم بتصغير جميع الأحرف سأقوم بتطبيق هذا الكود كي نراحظ أنه قام بتصغير جميع الأحرف الخاصة بكوتر يمكنني أيضاً أن أقوم بفقط بكتابة أول حرف the upper case باستخدام capitalize إذن سأكتب سأحذف جميع هذه التعليمات وسأكتب name print name نقطة capitalize إذن هنا سيقوم بإظهار الإسم تسنيم لكن أول حرف سيكون حرف كبير سأقوم بتطبيق هذا الكود كي نلاحظ أنه قام حقاً بتكبير أول حرف يمكنني أيضاً أن أقوم بتقسيم سلسلة أو إلى عدة عناصر باستخدام المسافات كفاصل إذن هنا سأكتب مثلاً تسنيم name تسنيم ثم كوتر هنا سأكتب name سأستخدم split فسيقوم ب تقسيم هذه السلسلة من الأحرف إلى أقسام على حسب المسافة أي سيحضر لي في الأول تسنيم ثم سيحضر لي في الثاني شيء كوتر سأقوم بتطبيق هذا الكود كي نلاحظ النتيجة هنا قام بإحضر لي تسنيم ثم كوتر أما إذا أضفت مثلاً هنا كودين سيقوم أيضاً بإحضر لي كودين إذن يقوم بتقسيم العناصر على حسب المسافة سأقوم بتطبيق هذا الكود سنلاحظ أنه قام بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام لأنه هنا لدي مسافة هنا ومسافة هنا يمكنني أن أحدد أو أن أقوم بتغيير فاصل السلسلة بكتابته داخل الأقواس الخاصة بسبليت فسأكتب هنا مثلاً نقطة فسأفصل بين كوتر وتسنيم بنقطة وبين كوتر وكودين بنقطة إذن هنا سيقوم بإحضر لي نفس الثلاثة العناصر لأنه سيقوم بتقسيم هذه العناصر على حسب النقطة سأقوم بتطبيق هذا الكود وسنلاحظ أنه قام بإحضر لي تسنيم كوتر ثم كودين أيضاً يمكنني أن أقسم على حسب الفاصلة فسأقوم بإضافة مثلاً الفاصلة فقط هنا إذن سيحضر لي تسنيم نقطة كوتر هذا كعنصر أول ثم كودين هذا كعنصر ثاني لأنه هنا قام بتقسيم هذه السلسلة على حسب هذه الفاصلة هنا سأقوم بتطبيق هذا الكود كي نلاحظ أنه قام بإحضر لي عنصرين تسنيم نقطة كوتر هذا كعنصر أول ثم كودين هذا كعنصر الثاني ويمكنني أيضاً أن أقوم بتحديد مثلاً سأغير هنا سأترك هنا نقطتان وهنا أيضاً سأتركه أن يقوم بتقسيم هذا على حسب النقطتان إذن سيحضر لي تسنيم كوتر وكودين لكن هنا سأقول سأحدد ماكس بليت أي سيقوم بتحديد عدد التقسيمات فمثلاً إذا كنت أريد أن يقوم بتقسيم هذه السلسلة إلى فقط عنصر على حسب عنصر على حسب تقسيمة واحدة لكن تقسيمة واحدة سأكتب هنا ماكس بليت فاصلة ماكس سبليت يساوي واحد الآن سأقوم بتطبيق هذا الكود وسيقوم بتقسيم هذه السلسلة على حسب أهل النقطتان لكن سيقوم بإحضار لي تسنيم كأول عنصر وكوتر ثم كودين كثاني عنصر لأن هنا حددت أن سيقوم بتقسيمة واحدة سأقوم بتطبيق هذا الكود ثم لاحظ أن أحضر لي تسنيم ثم كوتر كودين رغم أن هنا لدي نقطتان من المفروض أن يقوم بتقسيمها لكن لن يقسمها لأنني حددت هنا عدد التقسيمات هو واحد أيضا يمكنني استخدام find فfind تبحث عن مكان تواجد حرف وstring في السلسلة إذن سأكتب هنا name name ثم نقطة find وبين أقواص find سأكتب مثلا أريد أن يبحث لي على n وi وm أين ستواجد في هذه السلسلة وسأكتبها بين علامات الاقتباس المزدوجة لأن هذه سلسلة أو string الآن سأقوم بإظهار النتيجة سأكتب print هنا سأكتب هذه التعليمة كاملة داخل print كي يظهر لي النتيجة للمستعمل سأقوم بتطبيق هذا الكود هنا قام بكتابة لرقم ثلاثة أي أن هذه الأحرف سوجد ابتداء من الاندكس ثلاثة إندكس سفر هو t و i ثم s ثم n و n إندكس الخاص به هو ثلاثة في النوع المتغير string يمكنني أيضا أن أغير مثلا تسليم بمثلا good أو counter بgood سأكتب فقط سأعود إلى سطرة سأكتب print وبين أقواس print سأكتب name ثم المثل replace وبين أقواس replace سأكتب عوض لي مثلا هذا الاسم كوتر سأعمل copy ثم لسق فاصلة أغير لي كوتر مثلا بgood عفوا هنا سنلاحظ سأقوم بتطبيق هذا الكود سنلاحظ أنه قام بتغيير كوتر اسم كوتر بgood تسليم نقطة good نقطة gotten أيضا يمكنني استخدام count سأكتب name نقطة count ثم بين أقواس count سأكتب مثلا الحرف a هذا method count سيقوم بعد كم من مرة استعملنا a في هذه السلسلة i feed the name في هذا المصغير الذي اسمه name يعني في هذا في هذه السلسلة فإذا نلاحظ أن هنا لدي i الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إذن من المفروض أن يقوم لي أن يقوم بإظهار الرقم الثلاثة هنا سأقوم بتطبيق هذا الكود وسنلاحظ أنه قام بكتابة هنا الرقم الثلاثة لأن i استعملت هنا في هذا المتغير ثلاث مرات في المرة الأولى هنا والمرة الثانية والمرة الثالثة يمكنني أيضا تحديد الاندكس من أين سيبدأ العد مثلا أريد أن يبدأ العد من الصفر أريد أن يبدأ من الاندكس عفوا من الاندكس صفر أي من T مثلا إلى حد النقطاتين إذن سأكسب صفر ثم واحد ثم اثنان ثم ثلاثة أربعة خمسة ستة سأكسب من صفر إلى ستة أحسب لي من هنا من صفر إلى ستة من إندكس صفر إلى إندكس ستة كم المرة استخدمنا أي هنا من المفروض أن يكسب لي فقط الرقم واحد نلاحظ هنا أنه قام بإظهار لي رقم واحد لأنه من هنا إلى من T إلى نقطتان استخدمنا A فقط مرة واحدة يوجد أيضا سأستخدم هنا ستارتس ويد نايم الخاصة بسترين سأكتب هنا ستارتس ويد هذا يعتبر كسؤال مثلا إذا كنت أريد أن أسأل هل نايم هذا المصغير يبدأ من الحرف تسنيم هل يبدأ من الحرف تسنيم إذن سأكتب ستارتس ويد وهنا سأكتب سأمل بين علامات الاقتباس المزدوجة تسنيم هنا من المفروض أن يكتب لي بعد واحد إما true أو false ومن المفروض أن يكتب لي true لأنه نايم حقا تبدأ بتسنيم نلاحظ هنا لدي تسنيم سأقوم بتطبيق هذا الكود إذن هنا قام بإظهار لي true الآن سأكتب مثلا كوتر ومن المفروض أن يكتب لي خطأ لأن النايم لا تبدأ بكوتر سأقوم بتطبيق هذا الكود هنا أظهر لي false يمكنني أيضا استخدام the index مثلا إذا كنت أريد الآن أن أقول له ابدأ لي من ال index 6 هذا 0 1 2 3 4 5 6 ابدأ من ال index 6 حتى ال index خمسة عشر false الآن إذا غيرت 6 مثلا ب7 سأقوم بتطبيق هذا الكود سيكتب لي true لأن من 6 كانت بداية الجملة كانت نقطة كوتر وليس كوتر الآن من 7 من هنا حقا حقا لدي كوتر أيضا يمكنني أن أستخدم مثلا الآن سأغير كوتر بكودين ثم سأقول ابدأ من 15 من 15 حتى النهاية هل من 15 من 15 من هنا حتى النهاية هل يبدأ هذه الجملة بكودين سأقوم بتطبيق هذا الكود وسنلاحظ أنه قال لي نعم true لكن إذا كتبت من 14 من 14 لا تبدأ من هنا من 14 حتى النهاية الجملة هذه الجملة لا تبدأ بكودين بل تبدأ بنقطة ثم كودين هنا سأقوم بتطبيق هذا الكود وسيكتب لي false لكن إذا أضفت هنا نقطتان سيقول لي نعم true نلاحظ هنا لدي true ويمكنني أيضا استخدام strip وهذا strip يقوم بحذف جميع المسافات التي تكون في وداية الجملة أو في نهاية الجملة هنا سأقوم بإضافة مسافة هنا ثم مسافة في النهاية الآن سأقوم بكتابة name ثم استخدام the method strip سأقوم بتطبيق هذا الكود وسنلاحظ أنه قام بحذف المسافة في أول الجملة وفي نهاية وفي نهاية الجملة سأقوم بتطبيق هذا الكود وفي نهاية الجملة سأقوم بتطبيق هذا الكود